بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا قلنا ان اولادنا هم اغلى حاجة ممكن نقدمها لمستقبلنا وان احنا اذا اردنا ان احنا نبني مستقبل مشرق ومستقبل مليان بالنور ومليان بالبركة ومليان بالقيم ومليان بالقيم الاضافية لازم نتحالف من اجل بناء اولادنا وعشان كده احنا مخليين جلساتنا مع بعض ولقاءاتنا مع بعض يوم الاثنين عشان نتكلم في الله نبني نبني مين نبني مستقبلنا نبني اغلى حاجة فينا نبني اولادنا ليه طيب وليه عملنا الحلقات دي لأن في ظل المتغيرات اللي بنعيشها وخاصة اللي بيعيشها جيل زد اللي والجيل ما بعد الألفية لازم نعرف أن فيه متغير أن فيه تغيرات كتيرة حصلت والتغيرات الكتيرة دي أثرت فيه سمات البشر وإحنا قبل كده وكتير تكلمنا عن سمات الإنسان المعاصر اللي هي السبع سمات اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي زيادة الفردنية وزيادة الميزاجية وزيادة التشكك وزيادة كمان الإحباط وزيادة المظلومية وزيادة الحساسية وزيادة العشوائية لكن مع زيادة الفردنية والركز شوية مع زيادة الفردنية تربيت أولادنا هتبقى محتاجة رعاية خاصة لأن المجتمع كله بيدعوهم إلى الفردنية شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي بيعيشهم في إطار مجتمعي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ده بيخلي الأولاد في الحقيقة يعيشوا في أمان ويعيشوا قادرين يطلعوا أحسن ما فيهم لكن الفردنية بتخلي الإنسان يتولد فيه الصراع وإحنا أولادنا مليء مليء بهم الصراع خلينا أقول لكم ظاهرة أنا حاسس بيها وشايفها طول الوقت ليه أولادنا بيحبوا يتفرجوا على أفلام عنف ليه بيحبوا يتفرجوا على الأفلام اللي فيها مشكلات كتير عارفين ليه؟ لأنه هم بيعيشوا كتير من الفردنية والفردنية دي بتخليهم إيه؟ حاسين أن العلاقات ما لهاش لازمة فيه صوت بيلرني فوداني عن العلاقات المسمومة الكلام عن أن العلاقات بقت مسمومة كتير طب إحنا عايزين إيه؟ عايزين نساعد أولادنا على أن يديروا علاقتهم بشكل جيد أنا لاحظت حالة غريبة جدا 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 أن أكتر الناس اللي ما بيقدروش يديروا علاقتهم ودي ملاحظة بتتسمى في العلوم الاجتماعية وفي الدراسات وأنا بقول أن العالم أو المشتغل بالشريعة إذا ما كانش بيشتغل بالعلوم الاجتماعية فهو في الحقيقة لن يستطيع أنه يكون عالم جيد وعشان كده بقول أن اللي أنا بقوله ده دي ممكن تكون في إطار الامتباعات ولكنه هو رصد شديد الاهتمام شديد الأهمية إيه هو؟ أني لاحظت أن الناس اللي علاقتهم ما بتكونش علاقات جيدة وبيقعوا في مشكلات كثيرة في العلاقات بيكون ده راجع للنشأة يعني إيه راجع للنشأة؟ راجع أن علاقتهم وهم صغيرين وهم بينشأوا ما كانتش علاقات جيدة وعشان كده إحنا لازم نتعامل مع أولادنا بطريقة إزاي يتعاملوا في علاقات ويدخلوا في علاقات جيدة وده مش هيحصل غير لما إحنا نحاول بقدر الإمكان أن إحنا نحاول نتعامل معهم بطريقة تخليهم يصلوا إلى علاقات جيدة أول حاجة لازم نعلمها لأولادنا ونعملها مع أولادنا إزاي يكونوا علاقتهم بالآخرين علاقات صحية ويتعاملوا مع الآخر بطريقة تعود عليهم بشيء من الراحة والسعادة في حياتهم لازم نقول أن طريقة تفاعلنا مع أولادنا بترسم خريطة كبيرة جدا 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 مستقبلهم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لما كان بيقول إن ابني هذا سيد بيكلم عن سيدنا الحسن وسيصلح الله به بين فئتين عارف ليه لأن كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيسئي سيدنا الحسن بالرحمة لما كان بيضعوا على فخذي وصلى الله عليه وسلم يقبله فكان بيعلموا الرحمة ولذلك الأعراب لما جيه ولقى بيقبل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين فقال له أتقبل أولادك يا رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قال له إني عندي هذا الأعرابي قال له عندي عشر من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط فقال له رسول الله ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رب سيدنا الحسن على الرحمة فكان رحمة فرفع الخلاف ورفع الضيق اللي كان ممكن يحصل ما بين المسلمين في يوم مارسات من مارسة مع أولادنا بتشوه صورتهم عن نفسهم وبتشوه أحيانا وفي بال مش أحيانا بتشوه في الغالب علاقتهم بالآخرين وبتخليهم يبتعدوا وتخلي نشأتهم نشأة فيها كتير من المشكلات من أهم الحاجات اللي ممكن نرصدها هنا من الحاجات اللي احنا السيئة اللي احنا بنستخدمها ان احنا نتعامل مع أولادنا بطريقة التهديد ان احنا نبدأ مع أولادنا بالتهديد وبالتخويف علشان يعملوا الحاجة اللي احنا عايزينهم يعملوها وساعات أنا أياسفه وساعات بنستخدم معهم ما هو أسوأ نستخدم معهم الابتزاز العاطفي نقول له لو ما عملتش الحاجة الفلانية مش أحبك لو ما عملتش كذا أنا غضبان عليك فيبقى يحصل ان هو دايما عنده فكرة ان العقوبة وفكرة الخوف فيبقى هو عنده دايما مشكلة ان هو دايما العلاقة مربوطة بالخسائر لو ان انا ما حصلتش اللي طلبوا مني اللي انا عدخل معاه في العلاقة انا أخسر أخسر حب أمي أخسر احترام أبويا فيوقع أولادنا في فريسة الابتزاز العاطفي أو حد ممكن يمارس أو هم نفسهم يمارسوا الابتزاز العاطفي مع أصدقائهم واللي حواليهم الحاجة التانية اللي احنا لازم نلتفت إليها هو الإهمال وعدم الاهتمام ييجي الولد هو بيكلمني أو هو لما ييجي يشوفني يلاقيني وأنا بكلمه مشغول أو مش باصص إليه أو مش مهتم بيه ومش ببدله نفس الاهتمام فإيه اللي يحصل فما بديلهش وقت فهو يحس أن كلامه مش مهم أو هو أنا آسف بساعتها ما بيحسش أن كلامه مش مهم بيحس أن ذاته مش مهم فيحس أنه هو مش مهم عند باباه مش مهم عند أمه وعشان كده هو حسب أنه هو مش مهم من غير ما أنت تحكم عليه ولا تحسسه وبيحاول بقدر الإمكان أنه هو وهذا الإحساس بيتقدم معاه وبيفضل يزيد سنة ورا سنة لكن شوف من سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه كان بيتفقد أصحابه يعني إيه بيتفقد يعني مش أنه هما لما يقولوا يهتم بيهم لا هو يهتم بيهم تخيل كده أن ابنك حاسس أن أنت طول الوقت بتروح تسأل عنه وتسأله عن حاله وتتفقد حاله هذه سنة من أهم السنة اللي احنا لازم نعملها مع أولادنا ومع ذلك عدم الاهتمام ده بيدمر أركان مهمة جدا جدا في شخصية أولادنا وللأسف احنا مش بنهتم بأولادنا اهتمام رحيم كافي بأولادنا فبيخليهم وارضة للفراغ العاطفي اللي بيملوه بالهروب من السوشيال ميديا أو إدمان الألعاب الألكترونية خلي بالكم إن أولادكم لما بيدخلوا ويقفلوا الباب على نفسهم ويعودوا بالساعات مع الألعاب العنيفة إيه ده؟ كان سببه الإهمال اللي احنا مرسناه مع أولادنا مش عقب إن احنا نعرف الغلط ومش عقب إن احنا نغير نفسنا مش عقب إن احنا كمان نتربى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه الحاجة الثالثة اللي بتبقى خطر في المنعم رسع مع أولادنا هي الملكية إن احنا نعتبر أولادنا دول ملكينا بتوعنا وياما ناس حاولوا يحققوا فرص كانوا هو فاتتهم يحققوها في أولادهم اللي كان عايز مهندس يبقى يخلي ابنه مهندس واللي كان عايز يبقى صيدري أو دكتور يخلي ابنه دكتور ويدفع ابنه دفع ويقوله أنا ما عملت لكش حاجة أنا سايبك لكن هو كل اللي هو بيعمله بيحسسه إن هو لما بقاش دكتور مش هيبقى محل احترام ولا تأديره فيحسسه إن هو ملكه والحقيقة دوت بيأزي الأولاد جدا لكن شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله عشرة سنين فلم يقول ليه لي شيء فعلته لي ما فعلته ولا لي شيء انتركته لي ما تركته هم مش ملكنا أولادنا عبيد لله وبعد شوية هيتحولوا كمان إلى مسؤولين زينا يقدموننا النصيحة الحاجة اللي بعد كده رفع سقف التوقعات رفع سقف التوقعات من الحاجات اللي احنا بنعملها كمان مع أولادنا واحنا وبنعجزهم دايما بنعمل ايه نرفع سقف التوقعات فبيبقى علاقتهم الإنسانية مبنية على هذه المسألة لازم نؤمن بقدرات أولادنا وإن الإنسان ممكن يرتقي ويطلع واحدة واحدة السلم لكن لما أرفع سقف التوقعات وابقى دايما طالب منه حاجات هو ما يقدرش يعملها التوقعات دي بتخليه شويقا فشيقا يحس بالعجز وتمثل ضغط عليه فيتولد ويتحول إلى طفل كهل كهل مليء بالهموم أنا أقول لكم حاجة أنا كثير من الأباء بيجوا ويقولوا لي احنا قيلين لأولادنا في البيت أنا مش عايز أسمع الكلمة اللي بتتكون من ثلاث حروف الضاد والغين والطه أنا مش عايز أسمع كلمة ضغوط في البيت الأولاد عندهم سنة ربعة في ربعة ابتدائي والأولاد عندهم في ثلثة ابتدائي وبيقولوا أنهم مضغوطين جابوهم نين؟ جابوهم من عندنا إحنا رفعين سقف التوقعات فالأولاد يعيني عايشين في ده دايما حط مع رفع سقف التوقعات بقى خطأ خامس خطأ خطأ خامس وهو الانتقاد المستمر يفضل تنتقد الولد انتقاد مستمر انتقاد مستمر لغاية ما سلطه تشوه وما يلاقيش حتى سليمة في نفسه مرة تتعيب على كلامه ومرة تنتقد وقوفه ومرة تنتقد حركاته وانت مش واخد بالك والناس البرفكشانيستا اللي هم السعيين إلى المثالية دايما بيعملوا شوية حاجات مهمة جدا 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 إنه دايما يكلمه فيحس إنه هو ملوش أهمية ويحس إنه دايما تافي فيروح يدور على الاحتواء البديل لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة هو بانتقد واحد من الصحابة يقول له لا حتى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الطفل حزين على العصفور قال له يا أبا عمير ما فعلنه غير وقعد يوسيع حضرة النبي ما قالوش إيه التفاهة اللي أنت فيها أنت بتعيض على العصفور ما قالوش كده إحنا لو عندنا حد من أولادنا هنبص الأولادنا بسخرية لكن حضرة النبي بيعلمنا إزاي إنه قدر أولادنا وما ننتقدهمش اللي بعد كده كمان ممارسة العنف وأنا أخلي بالكم مش ممارسة العنف بس ما تكون في شكل بس المؤون في الجسدي ممكن يكون عنف لفظي الألفاظ الجرحة وعلى فكرة العنف عمره ما كان تأديب عمره ما كنت أنت لما تقول لواحد أنت عمرك ما بتنفع في حاجة أنت سيء على طول عمر ما الألفاظ العنف اللفظ ده بيغير بنا آدم العنف ده بيزله بيكسره والعنف ده مش هيجيب بنا آدم أبدا مستقيم ولا سليم أمر التالي الأمر الأخير وهو التفرقة ما بين الأولاد في المعاملة يعني التفرقة ما بين الأولاد في المعاملة وخاصة ما بين الأولاد والبنات بتشوى عندهم المفاهيم اتلع جيل في جيل يزد بقى البنات كلها طول الوقت على لسانهم أنتوا ليه بتسمحوا لأخويا الولد بالخروج وما تسمحوا لناش بالخروج طب ليه لأن احنا بالأساس ما حاولناش نبني أن البنوتة أن البنت الصغيرة دي دي ميزة أنك أنت بنت وأن أنت أنسة دي ميزة مش حاجة بنخبيها أنت معانا في البيت وما بتخرجيش زي الولد لأن احنا بنقتنس بيكي وبنفرح بيكي وانت وجودك بيملى البيت علينا كل الكلام ده لازم يتقلل الأولاد عشان البنت ما تحسش أنه أنت حبسها وشايفها عورة ولازم تخبيها ولازم تمنعها من ده لازم البنت تحس أن هي هي باعتبارها بنت هي نعمة من ربنا زي ما الولد كمان يحس أنه هو باعتباره ولد نعمة من ربنا في كتير من السيدات بتبقى كرها الأولاد كرها السبيان كرها السبيان ليه؟ لأن السبيان أشقية بلاش تقول للسبيان أن هم أشقيها عشان ما يبقوش أشقيها وبلاش كلمة شقي دي شقي يعني شقي ولا أعزب الله كلمة مش لطيفة هو كثير الحركة طيب هو لازم يبقى كثير الحركة ومالعجيب له متعيشوا بعد كده إزاي لازم إحنا نتعود أن الكلام ده ما يكونش بهذه الطريقة ولا بهذا الأسلوب تعالوا بقى نشوف إحنا ممكن نعمل إيه عشان نتخلص من هذه الأشياء ونجدد علاقتنا بأولادنا بشكل صحيح أول حاجة عشان نبني علاقة صحية يعني إيه علاقة صحية علاقة صحية يعني أول دايما في التربية أول صحة بتبدأ من القلب يعني عارفين زي ما تقولوا العقل السليم في الجسم السليم لا هو العلاقات السليمة بتبدأ من القلب السليم والقلب عشان يبقى سليم لازم يتمني بالحب ولازم يتمني بالحب الحياتي اللي هو إيه الحب الحياتي الحب الحياتي ده تهرم بنكلم عنه الأزواج وبنكلم عنه كمان وإحنا بنرب أولادنا الولد لما يتربى من هو صغير أنا لما بيجي يدخل على الزواج ما بتعبش فيه ما بتعبش فيه ليه؟ لأنه متربى على الحب الحياتي اللي هو إيه؟ اللي هو الهرم ده اللي هو بيتكون من أربع أبعاد البعد الأولاني هو القعدة القعدة اللي فيها الأمان الأمان لو سمحتم كولوا أمان لأولادكم علموا أولادكم أن إحنا بنحبكم وإحنا أمانكم وإحنا في داركم الأمان الضلع الثاني الاهتمام الضلع الثالث الاحترام الضلع الرابع هو كمان التأدير ايه اللي هتخسره لما تقدر ابنك لما ابنك يقول فكرة حلوة وتقدره ايه المشكلة ان انت تبين اهتمامك بانك انت تطول بالك وتوسع صدرك مع ولادك طب انت لو ما استطعت الصدرك ما انت قاعد توسع صدرك في الشغل عشان تجيب لهم لقم تعيش ما تتوسع صدرك عليهم عشان هم يحسوا بحبك كمان احنا عايزين لو عايزين فعلا نيجي نتكلم مع اولادنا ونوصل معهم الى علاقات سليمة نكلمهم معهم تايما ونحكي لهم عن حاجات لازم تعلي من شأنهم ولازم تخليهم في حالة من حالات الوصول الى احساس بان هم ممكن يبقوا في المستقبل احسن لازم دايما نكلم اولادنا عن الامل لازم نكلم اولادنا دايما عن القدرة لازم نتكلم دايما ان انت عندك ربنا بيساعدك وبيدعمك لازم نربي اولادنا على الامل لازم نربي اولادنا على التفاول لكن لما تيجي انت اوعى وانت بتربيهم تحس ان انت بتغلط في حقهم لما انت بتحسسهمش ان المستقبل اسود يا سيدي ده ممكن يكون مستقبل في خيالك انت لكن ايه اللي يخلي العباد دولة اللي ربنا سبحانه وتعالى كدب لهم رزقهم يجوا لهم مستقبل يقولوا ما هوا جايين على احنا على حروب يا سيدي انت مش انت مش انت اللي بتقسم رحمة ربك وفي السماء رزقكم وما توعدون الاولاد لسه رزقهم جاي انت متعرفوش وما تتكلمش عنه وحتى لو الدنيا تتربقت على بعضها الله سبحانه وتعالى ايه يا شاء الله سبحانه وتعالى قال لك كده ايه يا شاء يذيبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فتخلي بالك الحاجة المهمة كمان ان انت كمان من القواعد المهمة يبقى عندنا اول حاجة الحب الحقيقي تاني حاجة كمان لازم تكلموا تربيهم على الامل حاجة المهمة كمان تربيهم على الحوار الفعال الحوار اللي فيه بينبني على الفهم والتفاهم وكمان التفاهم مفيش مانع ان انت تسمح لهم بالاختلاف معاك بس في الاخي خالص تقوموا وانتوا مشتركين في حاجة واحدة حتى لو مشتركين ان كل واحد فيكم يحترم رقيق تاني ايه ده واحنا نستسمح لأولادنا ان هم يختلفوا معنا وكلامك مرة تانية بشكل مختلف بس انا ما بقدرش عامل كده لازم تتعلم حاجة اللي بعد كده لازم يكون عندك مبدأ دي خواعد كده في التربية وبعدين هنقول لكم شوية اجراءات ايه القاعدة الرابعة والاخيرة القاعدة الرابعة والاخيرة والمهمة التعلم المتبادل ما بقاش خلاص لازم نتعلم تعلم المتبادل ما ازنش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حط سيدنا اسامة رئيسة الجيش او قائد الجيش والجيش فيه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر إلا عشان يعلمنا ان فيه حيث ما التعلم المتبادل من اولادنا لازم نتعلم هم اصحاب فطرة هم اصحاب رؤية هم حتى اصحاب اختراعات فلازم العصر ده خلاص لازم يبقى فيه انسيال المعرفة ولازم يبقى فيه تعلم متبادل ولذلك وفوق اقول لذي علم العليم انا لما ابين لابني اننا جاهز اننا نتعلم منه هو سيقبل منه النصيحة بقلب رحب ايه اجراءات اللي انا اقول لكم عليها خلونا عندنا اول اجراء خلونا عندنا قعدة كل اسبوع لمدة ساعة نتكلم فيها مع اولادنا ونتطمن على احوالهم وندر كل واحد حقه في الكلام وياريت الجلسة دي تكون من غير مبيلات وياريت كمان بعيد عن الشاشات ونقعد نتكلم مع بعض ونكون مركزين على ان احنا نتكلم في حاجة تهمنا كلنا ونسمع كلام اولاد حتى لو حاجة دي حصلت في الواقع نسمع كلام اولاد ووعد تستصغر اولادك ابدا لما رسول الله سلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من المعرفة شيئا لان المعرفة اللي عند ابنك ممكن تكشف لك عن حاجة مهمة جدا جدا هو في عمق افقاره لو فهمتها تتفتح لك ابواب كتيرة في التعامل معاه تاني حاجة ودي حاجة مهمة جدا 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 ان احنا لازم نربي اولادنا على ان هم اذا كنا عايزين نخليهم نبني لهم ملاقات صحية لازم نخليهم في تواصل دايما مع امتداداتهم لازم يبقوا متواصلين مع امتداداتهم مفيش مانع ان احنا نخليهم يتواصلوا مع عائلهم وحتى لو باتصال تليفوني لكن لازم هم يكونوا حسين بالامتداد عشان ما يفضروش يضيقوا 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 لغاية ما يوصلوا الى ان الفردانية دي حاجة مهمة حاجة حتم عليهم فنتوسع ونبقى ليهم علاقة بقاربهم يتصلوا بيهم ونخليهم يعارفين امتدادهم مفيش مانع ان احنا نجيب اصل العائلة بتاعتنا ونقرامع اولادنا ومفيش مانع ان احنا نفتح لقاءات متسعة مع كل افراد العائلة اخر حاجة انا بقولها لحضراتكم من الاجراءات المهمة اللي احنا لازم نعملها لازم يبقى عندنا جلسات للصلاة على حضرة النبي ولازم يبقى عندنا جلسات للذكر في بيوتنا عشان اولادنا واحنا بنربيهم وهم بيخدوا ضحايتهم لابد ان هم يحسوا بان هم مطمئنين ووعى تنسوا آلة التجريب خلوا اولادكم يجربوا تحت عينيكم عشان يقدروا يكونوا عندهم علاقات خليهم يتكلموا عن علاقتهم بشكل واضح وحاولوا تتكلموا معاهم بشكل مقنع عشان اولادكم يحسنوا من علاقتهم ويقدروا يتجاوزوا كل المخاطر الموجودة في العلاقات دلوقتي يا رب الهمنا التوفيق والسداد العلاقات دلوقتي متشبكة ولكنها كلها في يد الله اللهم اننا نسألك ان تمد اولادنا بمددك وتجعلنا عونا لهم ليكونوا في علاقات تفتح لهم ابواب السعادة وابواب الامل وابواب التفاؤل ويكونوا بذلك مستقبلهم مستقبلا مفتوحا على حضرتي نورك وجمالك ونعمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرم بعض الفاصل نلتقى بحضراتكم بأسئلتكم المباركة عشان نجيب عليهم نجيب عليها ولكن بعض الفاصل تجعلنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة وبالله عليكم حاولوا تتفاعلوا مع حلقات التربية دي جدا احنا عايزين نتكلم في هذا الأمر بصدر واسع وعايزين نخرج من الكلام الكلام اللي هو الكلام اللي هو اتقال كتير احنا بنشتغل على الملف ده شغل باهتمام شديد لأن في الحقيقة احنا عايزين نستثمر في أولادنا مش نستثمر أولادنا نستثمر فيهم يعني نطلع كل الحلو اللي فيهم لأن احنا معتقدين أن الدنيا ما بقتش وحشة بدل فيه ربنا الجميل يبقى الحياة مليانة جمال ده اللي أنا بفهمه وعشان كده احنا عايزين نتعاون مع بعض عشان نطلع أجمل ما في أولادنا وأجمل ما فينا خلينا نستقبل أول سؤال مع أستاذنا مع الأستاذ أحمد رجائي أستاذ أحمد رجائي تفضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الوقتي كان بنت خالي مهندسة الزراعية وكانت أرضي من الودارة ثلاث فلاثين طي وقالتلي أنا مالشك الزراع علالية في الحاجات ديت ممكن تاخدها وتشتريها وتنميها يعني بعتها لي طي قلت لها كمان هكام قالت لي خمس ثلاث جنيه قلت لها طب أنا معايز الوقتي ثلاث 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 جنيه ثلاث 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 جنيه وبيع ألفين جنيه اللي حصل إن أنا لما شغلت في الأرض وقلت بلدوزر وجلت جرار وطلعت مية وزبطت الدنيا وبقت إيه مزرحها الأرض دي غلية بدأ أنا كنت واخدها منها بخمس ثلاث جايباني أربعين ألف هي صمعت في الأرض وقالت لي بص مدام إنت مرفعتش الباقي إبقى أنا أنا هاخد سلس الأرض طيب معاليش أنتو سجلتو الأرض ولا مسجلتوهاش لا سجلتو ولا حاجة ده بنت خالي يعني بأنه من بعض ما فيش مشكلة حبايد يعني طيب تأمل بيعت واشتريت وإنه فيه شهود وكل حاجة ولا لا بيعت واشتريت وكل حاجة وفيه شهود بس هي أصبت أنها تاخد تلت المبلغ يعني يعني في حد جنبك بيكلمك يا حاجة أحمد في حد جنبك بيكلمك بص يا حاجة أحمد يعني هي دلوقتي البيع تم وهي موافقة على إن البيع تم صح؟ أيوة طيب إسمعني طيب ما أنا عارف إن هي أيوة يعني هي بتقول لك أنت خمتني في البيعة دي لا هي بقى تمعت لما لأ معلش في فرق كبير إسمعني بس فيها إيه من مئة ألف أمارت إيه بقى أمارت إن هي إن هي لها لها تلت المبلغ يعني لها تلت تلت حقات الأرض لا لا خلاص بص أنا فهمت أنا فهمت أنا فهمت أنا فهمت بتقول إيه لا يا سيدة أولا الحاجات دي لازم نكون دقيقين فيها إنت دلوقتي هي بتسأل بتقول والله أنا الألفين جنيه اللي فضل لي بيساوي تلت الأرض صح كده؟ طيب الحاجة أحمد طيب هي بتقول اللي فضل لها تلت الأرض لا أنت بيعتي والألفين جنيه أصبحوا دين في زمته أنت خلاص بيعتي طيب والفلوس دي الفلوس دي ما بقتش مقابل تلت الأرض خالص الفلوس دي بقت دين في زمته يعني بدا تم البيع بيع وشرى وخلاص إيه اللي حاصل أنت ما كنتيش سيب الألفين جنيه على سبيل الشراكة معاه في الأرض ولا أنت بيعتي له الأرض أجزاء يعني إيه لا أنت بيعتي له أنت كنت أيلاله أنا عسيب لألفين جنيه ونبقى شركاء في الأرض ما حصلش هدي أول حاجة ولا أنت قلت له أنا عبيه لك الأرض تلت تلت فبعت لك تلتين وفضل لتلت ما بيعتيش الأرض أجزاء أنت بيعتي الأرض كلها وفضل من دمانها ألفين جنيه اللي ليكي بقية تمن الأرض بس لأنه هو ده اللي في زمته وليس هناك إذا تم البيع فخلاص إذا تم البيع عن طراض خلاص يبقى الفلوس الباقية من البيع تتحول إلى دين في زمة المشتري ولا يصبح الشخص له ما يقابل هذا الدين لكن إيه اللي حاصل مطالب به هو الدين اللي في زمته أستاذ أحمد زي ما قلت لك دلوقتي لازم نكون عارفين إن إحنا ماذا فعل إحنا خلاص البيع عندنا تم وآثار البيع ونقل الملكية كاملة يعني إيه اللي حاصل الفدان أو الفدانين اللي اتباعوا الفدان اتباع أو الأرض اللي اتباعت دي اتنقلت ملكيتها بالكامل للمشتري طب والفلوس اللي فضلة تبقى مقابل لشيء من هذه الأرض لا الفلوس اللي فضلة دي دين في زمته يسدده الدين في زمته ايه يسدده طب واحد يقول طب معي كده خسرت طب التجارة كده التجارة ربح وخسار ممكن واحد يشتري حاجة فيرتفع سمنها وببعض الأحيان الناس بتبيع بخسارة اللي انه محتاجة السيولة فلذلك إيه اللي حاصل وفيه حاسمها بيع الحطيطة انه ويبيع بعقل من السمن اللي هو اشترى به فإذا اتنقلت ملكيته كاملة وفضلة الفلوس اللي فضلة ديت تحولت الى ايه الى دين وده شيء مهم لازم نعرفه ولازم يكون واضح عندنا عشان ما يبقاش عندنا افتراضات ذهنية اننا مديناك ولية تلت الارض ملك لا خلاص بدل البيع والشراء كان على كامل الارض خلاص كده يبقى ايه يبقى خلاص منوش الباقع منوش غير الدين اللي هو على المشتري نعم امه توقع تتفضل السيدة امه توقع تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزيك الله عنا كل خير يا سيحة وحضيك بخير هلش عندي ثلاث اسئلة بس مش هتأخر على حضرتك في الأسئلة ولا ولا ايمك تفضلي اول سؤال اول سؤال في حصل موقف في البيت اللي انا وخدت فيه من زوجي بالليل خطتها في الدرج تاني يوم السبح ملقتهاش ملقتش منها غير متين جنيه مكان مبلغ بعدها بشوية اعدت عيط وضع ربنا لان انا اللي كنت هبقى متهمة فيهم لاني هدخل في حضرتك في السؤال التانية يعني بعد لف اه ان هو اجهز بالتانية اني مسلا ممكن يكون حد ياخدهم او انا بقى اللي اخدتوهم يعني شيخ قاله ده تلاقي مراتك اللي واخدام وده احكيت عليك انا لقيتهم في نفس اللحظة بوكي بوكي انا ما بستعملوش يعني بوكي ما بستعملوش خلق طيب تمام فين السؤال فين السؤال من اللي ودى الفلوس في بوكك ده السؤال اه طيب السؤال التاني السؤال التاني انا زوجي دايما بيشتك هي وبي يعني بفكر ان انا بخونه دايما مع اني ما فيش حاجة علي من لكله اولا ممكن يعني مش عارفة ممكن يكون ربنا بيعاقبني بحاجات انا انا مع مركهاش انا الحمد لله والله العزيم يعني مكيعا ربنا جدا يمكن مش بصلي كتير بس انا دايما كل حاجة عارفة الحلال والحرام وبقلب نفسي وبحاول رب ولادي على تربية كويسة وفلخة طيب يبقى تاني حاجة الشك تالت حاجة تالت حاجة ان انا معرفش يعني انا من باكله دكوتورت انا عاوزة بس حاديمتك توبجاهي ورسالة لان انا سماع الحلقة دي بعد ما يرجى وفي نفس الوقت انا عاوزة ان انا اتعمل يعني انا بسبب المشاكل اللي كلها اقولك تتعامل معاه ازاي لو كانوا عاوزتي وبتعصب وبحث ان يعني ايه ربنا مش راضي عني بالمقاييس اللي هي كلها مشاكل عني في حياتي بالسبب الحاجات دي دائما مضبوطة علي من ناحية ان انا بكون او بعمل اي حاجة وانا مش بعمل اي حاجة وهو ما سيفس علي اي حاجة طيب انتم من جاوزين من كم سنة من كم سنة من كم سنة يا اموتوق جاوزين بقى ان داخلين في 6 سنين كم خمس سنين خمس سنين خمس سنين انا اجاوب على حضرتك يا اموتوق اول حاجة الفلوس اللي راحت في البوكة انا مكنتش موجود عشان اقولك انا مش بمزح يعني حكاية ان الفلوس تتحط في البوكة بتاعك في احتمالات كتيرة لكن اكيد ملاش دعو بالجن اكيد ملاش دعو بالعفاريت اكيد ان اللي حطها في بوكة حضرتك قد يكون في لحظة من لحظات حصل اي شيء من الطرفين من حضرتك او من زوجك لاسباب كتيرة ما نقدرش ان نحكم عليها بس انا بقولك اللي خد الفلوس وعطها في بوكك اكيد اكيد مش حد خارج البيت انتي زوجك لو في طفل صغير ممكن يكون عمل كده ممكن يحصل ده بس ده ملاش دعو بالجن وملاش دعو بالعفاريت دي اول حاجة السؤال التاني مسألك زوجك بيشكه فيك على طول ما تسمحلوش بالشك ده يعني دايما نبهي ان ده حرام دايما نبهي ان ده ما يصحش دايما نبهي ان ده ما يجس شرعا ولا تقبلي ده ابدا ولا تحاولي تسيريه في ده ما تحاوليش تسيريه في ده احنا عندنا نموذج واضح ما فعلته السيدة عايشة كانت واضحة وقاطعة في ده لا تحاولي ان تسيريه احد يشك فيك ولا في عرضك ابدا لا تسيريه لا تسمحي بهذا جزء من حفظ العرض ان احنا نمنع الناس من هذا الشك طيب لو كان زوجك الشك بتاعه شك مبالغ فيه وانا اظن ان انت بقى عندك اثار من هذا الشك اللي هو ما يسمى بجلد الزات فانت لازم توقفي عند ده وتمتنع عن ده تمتنع عن جلدك اللي ذاتك انا ربنا بيعمل فيها كده ليه اكيد انا شخص وحش لو ده انت بشيتي فيه انت كده بتأذي نفسك ولا يجوش شرعا ان انت تعملي كده لما رسول الله سلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه انا حرام علي يعني انت حرام ان انت تعذبي نفسك وتحملي نفسك مالا تطيقي لا يجوش شرعا يعني ما يجوش شرعا ان انا اقول ايه انا عهز بنفسي بطريقة تبوز نفسيتي وتبوز اعصابي لا يجوش شرعا طيب ما انا اجرب ده ولذلك احنا عندنا حتى في التربية وفي التسكية لازم يبقى فيه متخصص اسمه الشيخ المربي ما ينفعش اروح انا ربي نفسي بطريقة تفسد نفسي الناس بتعمل كده كتير يروح ويمشوا في الوفرثينجنج في التفكير المفرط فبعد كده اللي يحصل يحصل لهم الترب نفسي مش من حق فانتي ما تفكريش تفكير معقد ايه هو فكري ببساطة ربنا بيعمل كده عشان انا اثبت ما شكش في نفسي ربنا بيعمل كده ليه عشان اؤكد ذاتي اؤكد ذاتي يعني ايه انا اثق وانا واثق بان الله سبحانه وتعالى يعلم حالي واننا مش عقبل اي حد يشككني في نفسي انا مش عايز اسمع الصوت اللي سألني بهذه الطريقة انا عايز اسمع صوت انا صابر ومحتسب ورافض رافض لايه رافض لاي حد يحاول ان ينال من عرضي او ينال من شرفي بشكل واضح ليس معنى ذلك ان انت تكوني عنيفة لكن معنى ذلك ان انت تكوني متمسكة بستر الله لك متمسكة بما ازدله الله عليك من ستر وما ازدله عليك من نعمة الشرف والعفة لازم تتمسك بهذه النعمة بشكل واضح معنا مين ام سلمة ام سلوة تفضل ام سلوة من السويس تفضل انا متجوزة من حوالي ابوها دايما يقول لي طلقات ويساويني بالبيتها فيها ودايما طعايت وحتى السوكولات ومتبدأش الجد هلا حتى في 5 جنيه هو انتو لسه مع بعض انتو لسه مع بعض ام دايما تساويني عليها تقولي ايه منع عنها البيت وانا مش من منع حد عنه طيب سؤال وانتو دلوقتي زوجك انتو لسه لسه مع بعض وو مطلقكيش مش كده اه احنا بس ايه حكيت الشقة انه هو عند امه وانا عند امه ده انا حكيت ومشغل كويس في شركة وكل حاجة فهو دلوقتي فهو امه مسيطر عليه فهو بيساومك عشان ياخد البنت ومتجاوز قبلية مرتين وكل واحد مخلف منها بيت فيه واحدة طلقته مرافع عليه لنا واضي في المحاكم بنهب ده تقول له طلقت لي على ذنبك طيب يعني انت دلوقتي بتقول لي اوجه له كلمة طيب طيب انا اكلمه دلوقتي يا مسلوة بس انا عايز اقولك حاجة ومسلوة انتو منتو عايزين برضو حد يصلح بينكم لان انتو واضح والله حاولنا هو رافض السلحة حتى امه حاولت تطلق عشان بطل بحقي وحقي بنتي كمان المصروف كان المهم مش بكافي 500 جنيه يعني دي يعني ما تكافيش بالوقتي وبيقبط قويس انت عندي انت عندي كام انت عندي بنت واحدة انا بنت واحدة بس ان شاء الله واجهوز على حوالي حاجة وثلاثين سنة يعني وابنتي عن دات وقتي ثلاثين ونوص ان شاء الله ربنا يوسع عليك ويكرمك واحفاظك من كل مكروه وسوق ويفتح عليك ان شاء الله ودائما الطلقات يا حضرة الشيخ عشان بطلب حق وحقي بنتي طيب بما ان المسألة كده يبقى احنا محتاجين عشان الطلقات دي ان هو يتفضل الى دار الافتاءة المصريح عشان نشوف ايه حكاية الطلقات اللي هو بيطلقها دي وقعت ما وقعتش نشوف ايه الحكاية لكن انا عايز اقول له حاجة بنتك دي البرات الزيجات اللي انت بتتزوجها دي واي واحدة ما تبقاش على مزاجك تروح سايبها هي وعيالها دو كلهم هيتعرلقوا في رقابتك وكل دولة واجب عليك ان انت تنفق عليهم فعشان كده بقولك ما تحاولش محاولها رابعة يعني ما تحاولش محاولها رابعة ان انت تعمل ايه ان انت تجاوز مرة رابعة لان انت واضح ان انت محتاجة تعدل انت شخصيا اذا كنت بتتجاوز كل واحدة وتجيب منها اولاد وبعدين تروح متجاوز واحدة تانية لان في الاخر خالص انت بتجرب لغاية ما تلاقي ستة على مزاجك مش هيحصل لان المشكلة في الحقيقة مش هقولك ان المشكلة فيك انت لان محدش بيتجوز عشان يلاقي ستة على مزاجه لان ساعة ما تلاقي ستة على مزاجك دي في الغالب انت هتملاها بعد ذلك احنا بنتجاوز عشان الزوجة بتبقى قيمة اضافية في حياتنا احنا بنتزوج عشان الزوجة تبقى توسع حياتنا مش تبقى على قد دماغي فانا ايه اللي حاصل احس بعد كده ان انا محتاج لوحدة تانية ووحدة تالتة ووحدة ربا فاتق الله في النساء المسلمين اتق الله في اولادك حضرت النبي يقولك كلكم راعا وكلكم مسؤولون عن رعاياتي ويقولك استوصوا استوصوا بالنساء خيرة وانت بتتعتبر ان النساء دولة مجرد بس ناء متعة وبعد كده تسيبهم امه والاولاد يا جماعة بالله عليكم استحلفكم بالله محدش فيكم اه يتحمل ان هو ييجي يقف قدام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ويلوم يوم القيامة محدش فيكم يا هيقدر يستحمل ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يقول بعدا بعدا محدش فيكم ما هيقدر يستحمل إنه هو لما يعيش مع هوا بعد كده إيه اللي يحصل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يشيح وجهه عنه لأنه ظلم أولاده وظلم زوجته إحنا في عرض إن حضرة النبي يتشفع فينا حضرة النبي يقول لك استوصب النساء خيرا ويقول لك إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول وإنت عايش مع نفسك ما تروح تتعدل يا سيد ما تروح تتغير مين قال لك إن أنت بيوحى إليك اتقل لا في نفسك حضرة النبي يقول الكيس ومن دانا نفسه وعملا لما بعد الموت خليك كيس وحاول تقف وقفة صادقة مع نفسك مش معقولة يكون كل الستات اللي أنت جوزتهم دول والأولاد اللي بيصرخوا لأنك أنت مش بيديهم حقهم ولا محافظ عليهم مش ممكن أنت تكون أنت الصح وكل الناس دي غلط يا ناس والله في حاجة اسمها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها قد أفلح من زكاها يا سيدي لما تلاقي حياتك الزوجية فيها إعوجاج يبقى أزن مؤزن التسكية أنت محتاج تزكي نفسك مش هتبقى ما أقول لكسي أن المشكلة مشكلتك أنت بس لا أنتو لتنين طرف في المشكلة بس أنت روح زكي نفسك يا أخي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا أفرق مؤمنة إذا كره منها خلقها الرضية منها الآخر محتاج أن أنت ترضى شوية تزكي نفسك عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ويبارك لك إن شاء الله معنا الحج محمد من الإسماعيلية تفضل يا فاند حج محمد أيوة مولانا أيوة معاك مولانا تفضل يا حج محمد السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ونحمة الله وبركاته أنا نفس المشاكل كلها زي ما أنت قدامي بتتكلم غريبة من بعضيها يعني أنا متزوج وانفصلت أنا وزبتي بعد ثلاث أولاد ولدين ولد وبنتين والحمد لله كنا عايشين في عيشة عربية وكده والساعة اللي ظلم التاني مش هنقول إيه ونحكي كتير منه لله طيب دلوقتي كان في شقة بيني وبينها فأنت بشتغل جنبي وظيفتي يا مولانا والحمد لله جمعت الفلوس شقة بينك وبينها يعني شقة شرك شقة تحضر كم وكتبتها عملت لها توكيل لأن الشوية دي تبع بنك الاسكان وكتبت لها التوكيل باسمها وجئت فيما بعد أنها تزوجت من زميل لها الشغل اللي أنا مدخله يحل بينه وبينها أخ طاضل وأبوه من حفظة القرآن والمشكلة دي يعني صارت شوية في جدائل التفاصيل لعدم الأحراج طيب السؤال السؤال يا حاج محمد التوكيل بتاحها باسمها عليها المديونية في المجلس السؤال يا حاج محمد إن هي دلوقتي الشقة باسمها ومين اللي عليه ده يكمل اللقصات أنا بكمل اللقصات يا مولانا طيب بتكمل اللقصات ليه يا للشقة باسمك ولا باسمها الشقة لا باسمه ولا باسمه دي تبع بنك الاسكان وبعد يعني الشقة دي تخصيص المجلسات آآ تتملتها طيب التوكيل فين السؤال بقى يا حاج محمد السؤال إن أنا بيتخصد من مرتبي اللقصات بتاع الشقة دي طيب هل من حقاها تصرف فيها هي معاها توكيل دلوقتي هي معاها توكيل وإنت بتدفع لأقصات بناء باعتبار إيه باعتباري كنت زوجها وأنا وهي واحد والأولاد واحد لا معلش إنت بتدفع لأقصات هناك باعتبار إيه يعني إنت بتروح بيتخصد منك لأقصات وهي التوكيل إبقى أنت كده لازم يكون التخصيص ده باسمك إنت يا حاج محمد معلش يوطي التلفزيون واسمعني من التلفون لو سمحت حاضر 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 بص يا حاج محمد بدل أنت بيتخصد من مرتبك اسمعني يا حاج محمد بدل أنت بيتخصد من مرتبك الإقصات دي يبقى التخصيص بتاع الشقة دي باسمك إنت آه وانا كانوا عايزين ضامن وانا الضامن وقلت تتخصد من مرتبك آه يعني انت بتدفع الفلوس باعتبارك الضامن مش بتعتبار التخصيص باسمك إنت لا مش هتبار تخصيص باسمك أنا خصصتها باسمها إياه قلت الله أنا وانت واحد ويعاش كله في الآخر لأولدنا طيب يفقى خلتها باسمها هي فأنت بتدفع الأقصات ليه بقى لما انفصلته بتدفع الأقصات ليه عشان ابني قاعد فيها الوحدة آه دي حاجة تلتة بقى دي حاجة تلتة دخلت المواضيع هي باضيها عشان يعني لا حد يجيها ولا حد يشتري ولا حد يصرف هي طبعا راحت مع الصي الولاد وعالكتك مصحات ويعلم ربنا طيب يا حاج محمد بس عشان حتى بيقولش السلام عليكم حاج محمد حاج محمد ربنا يعلم أنا تهبت فيهم طيب ربنا لا يعلم اسمعني حاج محمد بس عشان المسأل دي مسأل دقيقة بوس يا سيدي الشقة دي لازم نشوف العقد بتاعها عشان لازم نشوف العقد بتاعها ونشوف العقد بتاعها بيقول ان امتى تنتقل الملكية بتاعتها ومين اللي تنتقل له الملكية وعلى فكرة في شقة كتيرة ما بتنتقل لهاش الملكية ده حق انتفاع فلو انت خليت الأمر ده وتنحق الانتفاع بتاعها ده اللي هو بيسموه التخصيص حق الانتفاع ده باسماها هي انت بتدفع الاقصاد دي على سبيل التبرع لان هي بيسمها دلوقتي هي فاحنا عشان نعرف الكلام ده ويبقى الكلام ده مظبوط لازم نشوف العقد احنا في الاحوال اللي ازاي دي بنعمل ايه ما بنفتيش غير لما نشوف العقد ونشوف العقد ده مكتوب في ايه وشروطه ايه وبيحصل ايه وامتى بتنتقل الملكية ولا ما بتنتقلش الملكية ولو هو توفي هل ممكن يتورسه ولا لا لان ده كله بتبقى الدولة عاملة بشكل مدعوم ففي اوقات كتيرة ما بيبقاش من حق الشخص ان هو يبيعه لان هو ده بس من حقه ان هو يعيش فيه وهي له هو ما بتنتقلوش فعشان كده لازم نشوف العقد فانا بنصحك حاج محمد ان انت تجيبي العقد وتكلمنا مرة تانية عشان نقدر نشوف تفاصيل العقد ده ايه وان كنت انا شايفك ان انت لازم حضرك تتفضل تيجي دارة الافتان المصرية ليه بقى لان لازم يتشافي الورق عشان نقدر نفصل فيه الامر التاني واضح ان المسألة فيه محل منازعة فلازم الطرفين نشوفهم نشوف انت قلتوا ايه واتفقتوا على ايه لان كلام الزعل غير كلام الاتفاق واحنا عايزين نعرف انتوا في اول ما اتفقتوا كنتوا متفقين على ايه هل انت متفق اني انا وانت واحد يا حبيبتي فالشقة دي تبقى باسمك وتبقى ليكي طول العمر وبعدين هي لما عملت كده وعلى حد كلامك حصل الغد فاردت ان انت تعكر عليها ده بانك انت تقول لأ دي الشقة باسمي انا اللي بدفع سطر فالذلك انت لازم ايه تيجي حضرتك عشان نشوف المسألة دي ممكن نفصل فيها ازاي ولازم نشوف الورق بتاعها عشان نقدر نحكم لاني لازم بقول كده بص يا جماعة يا سادة انتو بتفتوا على الهوى خلي بالكم مش المهم ان الناس تقول عليك ان انت افتت واجبت لكن المهم ان انت تمشي وفق ما امرك الله بيه ان تسير علي في الفتوى الحكم على الشيء فرع عن تصوره اي حاجة فيها احنا عندنا في الفتوى اي حاجة فيها استيفة لازم تستوفى وعدم الاستيفاء خيانة للامانة يعني لو في ورقة انت لازم تستوفيها وما استوفتهاش وقفتيت على ده انت خنت الامانة ده من اهم اصول الافتاء فاحنا لازم نلتزم بيه عشان الناس مش حمل ان هي تزداد عندهم الصراع وربنا جعل الفتوى عشان ترفع النزاع فما ينفعش الفتوى تكون شريكا في النزاع يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن مستقبالنا عن قرة عيوننا عن قوت قلوبنا عن حبيبنا عن ولادنا اللي احنا في الحقيقة اقول لكم حا اقول لكم بصراحة اقول لكم بصدق لما يحصل التغير لازم يحصل تغير احنا محتاجين نتغير محتاجين نبقى اكثر وعي اكثر ثقافة محتاجين حاجات كتيرة نتعلمها اولادنا واحنا بالربيهم دلوقتي مش ممكن نكون بالربيهم زي ما كنا بالربيهم زمان ده مش لان العصر بقى وحش ولكن لانهم محتاجين حاجات مختلفة عن الحاجات اللي احنا كنا بالربي بيها زمان على فكرة احنا ممكن نكون زمان بنمزل مجود أكتر أو بنمزل دلوقت مجود أكتر بس الأساس اللي احنا لن نستطيع أن نربي أولادنا بنفس الطريقة اللي احنا كنا بربيهم بها زمان ده مش عشان هم بقوا وحشين ولا عشان احنا بقنا عجزين لكن احنا لازم نبقى متغيرين لازم نتغير عشان أي تغير لازم يحصل قدامه تغيير والتغيير ده يكون للأحسن ونبقى كده عايشين في قوله تعالى إن الله لا يغيرهما بقوم حتى يغيرهما بأنفسهم وربنا أمرنا إن احنا نغير أنفسنا تحت قانون ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاه تعالوا نزكي أنفسنا وكمان نربي أولادنا على إنهم يكونوا من أهل العلاقات الحسنة ويكونوا من أهل الأمل ويكونوا كمان عايشين بالحوار ويعيشوا بالتعلم المتبادل معنا وبكده نقدر نشوف جمال ربنا في مستقبلنا ونرى وجه الله سبحانه وتعالى في كل خطوة بنخطوها في اتجاه مرضات الله سبحانه وتعالى يا رب عيننا وجعلنا من أهل المدد ومن أهل الكرم ومن أهل الفضل يا رب نحنا ممكن نكون أليانين على أولادنا بس لما بنذكرك ونذكر مددك لنا وناخد بالأسباب بنطمئن لإنك أنت وعدتنا وقلتنا أليس الله بكافر عبدة يا رب كفينا ألقنا على أولادنا نكون مددنا عشان نكون أخذنا بالأسباب واثمأنينا لمددك وعطائك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين جد علينا بمددك يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة شكرا